السلام عليكم كيف دايدي اللي بس عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير وتكونوا بقى تمسة حول عافية يا رب وفيديو جديد وشهوة جديدة كيف معوتكم دائما الشهوات البسيطة واقتصادية فاليوما ان شاء الله غادي نحضر واحد المسي مينات اللي بناني مستفحش وابنينا وساهلا ما غادي نشحره موالو ثلاثة دير مكوينات فقط واقتصاديين وكيف ما كتشوفو مورقين وخاب لازبدة نتمنى اقتراحي ديال اليوم ما يعجبكم الى عجبكم حبيباتي ما تنسوا شتيروا لايك الفيديو واندوز نشوفو الطريقة والمقادير بسم الله على بركتي الله بنسبة المقادير هنا يا عندي العجينة هي الاولى ديال المسمى العادية سوف ندير ميتين وخمسين جرام ديال الفينو دقيق ديال الفينو وعندي ستمية جرام ديال الفورس طبعا الكمية هنا هي كتبقى على حسب انتو ماشح الباغين ديال المسمى من انا رهن هنا ديالة بزايد شوية سوف ندير واحد مع القديس كارسانيدة والملح ما غاديش نكتر منها لان الحشوة ديالنا مالحة شي شوية وغادي ندير واحد نصف ديال شاسية للخمارة بنسبة لها شاسية من فئة 8 جرام وغادي نعجنها بالماء العادي من الروبيني هنا هي المقطع ما تسجلش وانا كنخلط العاجين ولكن اكتبار كلا سيداتكو الهرن وكيعرفو كيفاش يعجنوا المسمن غادي نتلكها مزيان وهنا باش ما نطورش عليكم الفيديو فعجنت العاجين وغادي نديرو فالبلاستيك الغذائي ونخليه يرتاح عجنا ما تكونش قاسحة بزاف وما تكونش خفيفة غادي نخلي العاجين ديالي يرتاح وكل ما خليتوا العاجين ديالي يرتاح كتكون نتيجة أفضل حتى كتتطلق مزيان وما كتعدبكم شوني كتكونوا كتورقوها وهنا مبعد ما رتحت العاجين ديالي غادي ندوز ندهن واحد البلاطو بالزيت وندهن كذلك يديه بشوية ديال زيت المائدة وغادي نبدأ نخرج الكويرات صغيرة وريكي فما كتشوفو في القياس بالنسبة للقياس هنا ممكن تصوبوهم كبارين غير أنا كيجبوني يجيب هادو صغيرين شوية طبعا القياس دائما على حسب الرغبة غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا 11 دقيق غير من وجهة الحشوة نغطهم بالبلاستيك الغذائي ضروري وبنسبة لهذه الحشوة اللي غادي نحضر كما قلت لكم في الأول ديال الفيديو فهي سهلا ما غادي نشحروا ما غا نقليه عندي شوية ديال زيته الأسود وكيبقى على حسب الرغبة الناس اللي ما كيجبهاش الملق ديال زيته الأسود ممكن استغناء آله وغادي ندير ثلاثة ديال الفرماجات او الجبن ديال الدهن حتى الكمية ديال العمارة او ديال الحشوة كتبقى على حسب الكمية ديال العجين اللي صوبته وغادي ندير ثلاثة ديال معلق ديال الجبن الخاص بالدهن إلا عندكم شوية ديال فخماج الحمار او المطلئ اللا ولا دا ممكن تضيفوها وبنسبة للمدق ديال الزيتون فالناس اللي كيبغيوا الزيته الأسود ممكن يديروه وممكن استغناء عليه كنأكد على هاد المسألة بنسبة ليا انا كياجبني غادي ندير هنا يا معلقات قريبا كبيرة ديال الزعتر اللي حكيتها بيني ديال وغادي نطحن هاد الخاليط ديالي مزيان حتى يولي على شكل كريمة نديروا فوحد سلافة وندوزوا باش نعمروا مسي من الديالنا غادي نبدأ ندهن الرخامة بالزيت ونطلق العاجين طريقة ديال اللي مسمى العادية نحاول نتلقو دك العاجين مزيان ندهن بوحد شوية ديال زيت المائدة ما غاديش نستعمل الزبتة ونرشو شوية ديال الفورس او التقيق الابيض نبدأ نهز قياس واحد المعلقة صغيرة من هذيك الكريمة ديال الشبن وزيته الأسود اللي تحنا مع الزعتر ونبدأ ندير في الوسط غير دهنة خفيفة ماشي بساف ونطلق المسمينة بشكل المعتاد دائما المسمينة اللي كتطوى على الاربعة نجيبوا الطرف الأول نديروه في الوسط وكذا اللي كتطرف تاني ونجمعوا جنيبات وحالمسمينة اللي اصبحت واجدة بالنسبة للعاجين كنورقوه مزيان حتى كتبدا تبان ذاك الرخامة باش مني كنجين طيبوه ما كنحتاش انه ننقرصوه كنجبد العاجين ديالي مزيان من الشناب وكنخلي شي شوية الوسط اللي كنحط فيه العمارة يبقى غليط شي شوية باش ما تخرج الناش هذيك العمارة ديالنا غدي نستمر بنفس الطريقة نكمل الكمية اللي عندي ديال المسمينة كاملة وندوزو باش نشوفو طريقة باش غدي نطيبو المسمين ديالنا وفي النسبة للطيابة غدي نجيب واحد المقلال لالحرشة العادية غدي نديرها تسخن نرشو حد رشيشة خفيفة ليا زيت المائدة ونبدأ نحطك المسيمنات وكيف ما كتشوفوك نحاول غين قاددهم فانا ما كنقرصوهمش بزاف باش ما يجيوش رقاقين وما يجيو ناشوش هو وما تخرج حتى العمارة بالنسبة للنار كتكون متوسطة ما تكونش قليلة وما تكونش مجهدة بزاف باش يطلب المسمين ديالنا على خاطره واللي انسلتها نرجع نقلبها فى البلاسة بالنسبة للأولى كيف ما كتشوفو فاش قلتها لقيتها شوية تحمرت لانا المقلال تخونا انتو ما ما تخليوها ش تتحمر غير تتنسلوها تحسو بها قبضتها ساوحد شوية بدووا تقلبو المسمين ديالكم باش يتنفخ ويجيزوين ودائما احنا كنقلبو فى المسمين ديالنا باش ياخدك اللوين المسي واللي مذهب ويطيب على خاطره هذه هي الطريقة باش تطيبو المسمين ديالكم سواء هذا اللي معمر او العادي وكيف ما شفتو مصوبنا لزب دلواله وغدي يجينا مورق وفش هو غدي نكمل المسمين اللي عندي كامل وندوزو باش نشوفو النتيجة النهائية شكرا نشوفو ووهذا الشكل النهائي ديالنا بسينات نجاوب ناني بسيف ديالك الحشوة اللي ساهلة وبسيطة وكن عرفو فى هذا الشهر هذا كي سوموا الناس كي بغيوش يحوي جالي هي ساهلة بالخصوص انه انصار كدروا بتعمله في رمضان فدائما كامشيول الساهلة والبسيطة وما تكونش فيها حتى كثرة المكونات غدي نفتح معاكم من الداخل واحد وحيدة باش تفووا التوراق وخامض فكي يجيوا مورقين وغزالين بدك المطاق ديال الجبن مع الزيتون انتمنى اقتراحي ديالي وما يعجبكم إلا عجبكم حبيباتي ما تنسوا اشتروا لايك للفيديو وليك تشوف القناة ديالي بصدفة كنقل لحبيبتي اشتركي وفعلي زر الجرس باش توصلي بجديد القناة بارتاجي مالأحباب والأصدقاء باش تعمل فائدة شكرا لكم دائما للاختكم علي وسلام عليكم شكرا لكم